بسم الله الرحمن الرحيم بعد مباراة الأهلي وزمالك وشوفنا تأثير ودور جمهور النادي الأهلي الكبير لتمنى إن شاء الله يكون لي تواجد كبير خلال الفترة الجاية وخلال المباريات القادمة ريني فيلر بدأ يحط إيده أو يضع بصمته على تشكيلة النادي الأهلي وعلى طريقة لعب النادي الأهلي ما شاء الله بنشوف فيلر بيعمل تدوير اللاعبين كل اللاعبين ما شاء الله في منافسة قوية كل اللاعب عايز يظهر بمستوى قوي مبارح أليو ديانج ما شاء الله النادي الأهلي كسب لاعب كبير إن شاء الله خلال الفترة الجاية هيكون لي تأثير كبير جدا ودور مهم جدا أي فريق كبير دايما لما بيمتلك خط وسط قوي بيكون هو ده مفتاح النجاح النادي الأهلي ما شاء الله دلوقتي عنده لعيبة كتير عنده عمرو السلية حمد فتحي صمعشور أليو ديانج ما شاء الله لعيبة كلها أي حد هتحطه دلوقتي هيقدي مع النادي الأهلي وفي أي مركز زي بنا منتكلم عن النادي الأهلي الفريق الأول وبنعدد المكاسب عندنا برضو كمان قطاع ناشئين ما شاء الله ماشي بخطة سابتة ومميز عندنا مواهب فعلا وعندنا منجب دهب في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي عندنا فريق 2004 اللي ماشي بخطة سابتة من أول مشوار بطول الدولة الجمهورية بحق مكاسب ما شاء الله المكسب التالت على التولي وبيتصدر مسابقة الجمهورية ومسابقة وجدول المسابقة أيضا فريق 2003 اللي بيتطور مستوى مع الكابتن محمد سعد وفريق 2009 اللي بعد ما فاز على النادي الزمالك من ساعات قليلة بيفوز أيضا على النادي الاتحاد السكنتاري بنتيجة 2-1 وبيقوده المدير الفني كابتن عمرا أنور اللي هيكون ضيفي النهاردة إن شاء الله في الجزء الأخير من برنامج الأشبال هنروح لأول فكرات برنامج الأشبال ومعانا أخبار الناشئين والأشبال في الصحف والمواقع وهنبتديها من الموقع الرسمي للنادي الأهلي وهنتكلم مع حضراتكم عن فريق 99 شباب الأهلي يفوز على الاتحاد السكنتاري بسنائية في دوري الجمهورية التشكيلة الرئيسية اللي بدأ بها كابتن عمرا أنور في حراسة المرمى مصطفى شبير خط الظهر من اليمين فارس طارق إبراهيم السيد عدل زنهم محمد شوكري باكلف رباعي في خط الوسط محمد فخري وسيد محمود ومحمد نصير وليد مصطفى واثنين في الهجوم فهد جمعة وأحمد الشامي النادي الأهلي فاز على التحاد السكنتاري بنتيجة 2-1 أحرز الأهداف أحمد الشامي من ضربة رأسه ومحمد فخري الهدف التالي لمحمد فخري على التوالي من ضربة حرة في الشوط الأول انتهت نتيجة لقاء الشوط الأول 2-0 وأحرز نادي التحاد السكنتاري هدف وخرجت نتيجة اللقاء 2-1 سبع نقاط النادي الأهلي من 3 مباريات الأهلي واسموح في بداية المشوار تعادل إيجابي 1-1 فوز النادي الأهلي في المباراة الثانية على الزمالك في 100 عقبة 3-0 والنهارده أيضا فوز النادي الأهلي على التحاد السكنتاري بنتيجة 2-1 هنروح لأخبارنا الخبر التاني نتطمم بقى على منتخب مصر بيقوده كابتن ربيع يسين والكابتن عبدالسطار صبري ما شاء الله بيفوزه بنتيجة كبيرة على منتخب عماني المعسكر في مصر دي اللقاء التاني لمنتخب مصر الشباب كان اللقاء الأوليان عمام منتخب السعودية اللي انتهى بالتعادل والنهارده اللقاء التاني بيفوز منتخب مصر بنتيجة 6-1 على منتخب عمان ما شاء الله نتيجة كبيرة أحرز الأهداف عبدالله عادل إبراهيم عادل وسامة فيصل محمود صابر ومحمد سلامة وريتشارد محمود صابر ومحمد سلامة لعب النادي الأهلي هم من ضمن اللعبة اللي سجلوا الأهداف شارك من النادي الأهلي النهاردة في لقاء اليوم مع منتخب مصر حمزة علاء في حراسة المرمى محمد أشرف الباكليفت وعايز كل جماهير النادي الأهلي تفتكر معايا الأسماء دي الأسماء دي إن شاء الله في خلال سنة أو سنتين هنشوفه إن شاء الله في الفريق الأول بالنادي الأهلي وهيشاركه عندنا حمزة علاء محمد أشرف محمود صابر وعربي بدر ومحمد سلامة أيضاً برضو عندنا فيه لعبها مصابة في 2001 يعني بعد خلال فترة فاتعة منتخب مصر بسبب الإصابة زي محمد مغرب بن أتمنى إن شاء الله شفاء العاجل كان تعرض لإصابة قوية في الركبة وحمد الفيل أيضاً بكسر في الشازية وأحمد أشرف أيضاً من المهاجمين المميزين اللي عمل روباط صليبي السنة الفات في الموسم اللي فات إن شاء الله يكونوا موجودين يعني خلال فترة اللي جاية مع النادي الأهلي وكمان ينضموا لمنتخب مصر الخبر اللي بعدين برضو يعني متصل بمنتخب مصر للشباب لعبوا منتخب الشباب يحتفلون على طريقة مؤمن زكريا في ودية عمان عملوا حركة مؤمن زكريا بعد أحرزوا من الهداف وده شعور طيب طيب طبعاً من لعب منتخب مصر الشباب اللي بيسندوا مؤمن زكريا ومشاء الله شفنا خلال الفترة شفنا خلال الفترة اللي فاتت مسندة كبيرة جداً مش من لعب كرة القدم في قطاع الناشئين في الأهلي بس ده احنا شفنا في قطاع الناشئين وفي منتخب الشباب وفريل الأول وفي جميع عن دية مصر وخارج مصر كمان وفي الألعاب المختلفة مؤمن زكريا نجم كبير محتاج المسندة والدعم ومشاء الله كمان يعني هو سافر ألمانيا عمل الفحوصات وعمل التحاليل اللازمة ورجع إن شاء الله نتيجة التحاليل الفحوصات تخرج بعد عشر تيام ونقدر إن شاء الله نتطمن على نجمنا مؤمن زكريا ويرجع تاني الملاعب يصول ويجول مؤمن زكريا مرة أخرى هنروح بقى لأخبار النادي الأهلي زي ما شفنا أخبار موليد تسعة وتسعين مع الكابتن عمرو أنور عندنا فريق تاني فريق زي ما بقول لحضراتكم ماشي على خطة سابتة من بداية الدوري يعني بيحق نتائج مميزة مع جهاز فني محترم بقيادة الكابتن ياسر ريان فريق الفين واربعة بيهزم دجلة برباعية في دور الجمهورية المباراة أقيمت على ملاعب ودي دجلة استضافة ملاعب ودي دجلة لقاء الأهل ودي دجلة اللي انتهى بنتيجة أربعة اتنين كان نادي الأهلي بدأ بتشكيل في حراسة المروى من مروان صلاح خط الدفاع رافت خليل بجاد عادل يوسف خليل زياد أسامة خط الوسط مصطفى أبو الخير وأحمد عماد محمد أسامة ميدو ويوسف جبر وعلي أيمن وفي الهجوم عبد الرحمن ممدوح أحرز هداف الأهلي علي أيمن هدفين محمد أسامة وزياد أسامة حابب برضه أقول الجهاز الفني اللي بيشتغل وبيعمل جهد كبير يعني من خلال خطاع النشيب النادي الأهلي وكابت فتح مبروح يعني فريق 2004 اللي بيضم كابتن ياسر ريان نجمي النادي الأهلي السابق مديرا فنيا كابتن عبدالله فاروق مدربا عاما كابتن أنور وجدي مدرب الحراس المرمى عمار فتح إداري الفريق وحسن فاضل طبيب الفريق ومحمد نحلة معدا بدنيا وأحمد شاوي أخصائي تدليل زي ما شفنا 2009 وشفنا 2004 زي ما قلت لحضراتكم ما شاء الله عندنا فرق عندنا شغل داخل قطاع النشيين هنروح أيضا لنتائج بقى الأسبوع نتائج الأسبوع والجولة التالتة في دوري الجمهورية موليد 2004 ده الخبر اللي بعد كده نتائج الجولة التالتة لدوري الجمهورية النشيين موليد 2004 نتائج الجولة التالتة بمشاركة 13 فريق من أنديت دوري المنتاز أصفرت نتائج عنفوز الزمائك على الانتاج الحربي 3-0 الأهلي على ودي دجل 4-2 الجونة على الإسماعيل 3-1 نتيجة كبيرة إنبي على حرس الحدود 2-1 تعادل المؤولين مع مصر المقاصة التعادل السلبي 0-0 وطنطة مع بيرامتز تعادل الإيجابي 1-1 يحتل الناد الأهلي كمة البطولة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات فاز على بيرامتز في بداية المشوار 4-1 وفوز أمام طنطة وأيضا فوز أمام دجلة 4-2 هنسيب 2004 وهنروح بعد كده لـ 2001 الكابتن أحمد سراج يجاهز لعب الأهلي 2001 نفسيا لاستيناف دوري الجمهورية 2001 ده فريق مميز عندنا داخل قطاع النشئين بالناد الأهلي فريق من أول مكون بقى له سنين ما شاء الله ماشي بخطة سابتة فريق السنة اللي فاتت زعنا له مباريات على هواة مباشرة هنا على شاشة قناة الناد الأهلي بيضم مواهب شفنا بداية المواهب الموجودة في 2001 بدأ معانا عربي بدر بدأ الصعد الفريق الأول بالناد الأهلي السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها كان بيحسن بطولة الجمهورية من قبل البطولة بتنتهي بحوالي 4-5 أسابيع دائما الهداف بيكون من الناد الأهلي السنة دي البداية يعني كان فيها صعوبة شوية خسر أمام نادي الزمالك في ملعب الزمالك في مورا أخرى تعادل بس ده نتيجة أن كابتن أحمد سراد يعني حصل ظروف للأسف إصابات قوية داخل الفريق في بداية المشوار وبداية انطلاق البطولة نهاردة حماد الفيل من العناصر المويزة ومن اللعيبة الموهوبة جدا في فريق 2001 تعرض لإصابة قوية هيقعد على أثارها يعني أو خلالها يعني شهور كسر في قصبة رجل أو كسر في الشازية تدخل جراحة هيقعد كتير عندنا اللاعب التاني أحمد أشرف أحمد أشرف برضو من اللعيبة المميزة جدا اللعيبة ده أنا شخصيا كنت مرشحه للفريق لكن للأسف تعرض لإصابة قوية في المسلم اللي فات روباط صليبي كان في إحدى المبارات كنا بنزعها هنا على شاشة قناة الناد الأهلي كان الأهلي وبيرامتس لسه مرجعش الملعب فيه برضو المساك محمد مغربي وفتكروا حضراتكم الأسماء دي محمد مغربي برضو لعب ما شاء الله عنده الطول لعب أشوال بيلعب باكليفت وبيلعب مساك برضو عنده إصابة قوية فيه ركبته ففيه يعني ضرب الفريق بعض الإصابات القوية إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية يعني كابتن أحمد سراج والجهاز الفاني يتجاوز هذي الإصابات فعشان كده كابتن أحمد سراج بيقول هيبدأ إعداد نفسي للفريق برضو هيرفع معدلات اللياقة البدنية خلال فترة حالية توقف لمنتخب مصر مع كابتن ربيع ياسين فعشان كده كابتن أحمد سراج هيرفع الحمل البدن إن شاء الله عشان الفترة اللي جاية فنتمنى إن شاء الله كل التوفيق لكابتن أحمد سراج والجهاز الفني ألفين واحد وكلنا ثقة إن شاء الله ياخدوا برضو بطولة زي السنة اللي فاتت لكن الأهم هو صعود لعيبة من ألفين واحد للفريق الأول خلال الفترة القادمة هنروح لفريق آخر من قطاع الناشئين بالناد الأهلي ولكن بقى فريق البراعن مع الكابتن تامر حفني ونشوف الخبر ده أهلي ألفين وستة يكتسح السكة الحديد بخماسية ودية ده من آخر الاستعدادات فريق ألفين وستة في الناد الأهلي كان فاز الناد الأهلي على ضيفه السكة الحديد بخماسية دون رد ده من ضمن سعادات الموسم الجديد كان الكابتن تامر حفني المشرف على قطاع البراعن وكابتن أحمد جمال المدير الفني لفريق ألفين وستة أقاموا اللقاء على تلت أشواط تلت أشواط كل شوت تلتين ديئة عشان يتيح الفرصة الأكبر عدد من اللاعبين إنهم يشاركوا برضو يكتسبوا خبرات وتكون كل اللاعبة يعني موجودة في الملعب عشان يقدر كابتن تامر حفني والمدير الفني كابتن أحمد جمال يقيموا اللاعبة بشكل كويس ويتابعوا مستواهم كان أحرز الأهداف اللاعب يوسف خيري هدفين وفارس الشفعي ومحمد صلاح وعبد الرحمن عماد النحاس عبد الرحمن عماد النحاس ده نجل كابتن عماد النحاس أيضا موجود في كتاع الناشئين بالنادي الأهلي في فريق 2006 هنروح بقى لتطمن على ضياء وحيد يعني ضياء وحيد أخو محمود وحيد اللي من بارك لمحمود وحيد أولا على الأداء الرائع وعلى المستويات اللي بقدمة في الوقت اللي بيطير بيكون موجود فيه مع النادي الأهلي ضياء وحيد لعب مميز داخل ألفين فريق ألفين كان تعرض لإصابة قوية في المران دون أن يشترك معه أحد كان حصل يعني في الركبة جزع أو حصل تعرض وهو في التدريب التحام مع أحد الأشخاص فكان حصل له قطع في الرباط الصليبي كان الدكتور عمل فحوصات ورانين مغناطيسي أكدت الإصابة وأجرى ضياء وحيد العملية الجراحية وكان محمود وحيد عنده وكننا احنا برضو موجودين معاه هنا فيه برنامج الأشبال نتمنى له إن شاء الله يعني الشفاء العاجل ويرجع تاني الملعب ضياء وحيد من اللاعبين المميزين داخل فريق ألفين ونتمنى له إن شاء الله يعني سرعة العودة للملعب مرة أخرى الخبر البعد كده ألفين وثلاثة زي ما بقول لحضراتكو إحنا بنتكلم عن كل قطاع الناشئين تكلمنا عن تسعة وتسعين تكلمنا عن ألفين واربعة تكلمنا عن ألفين وواحد تكلمنا عن ألفين وستة نشوف بقى فريق آخر هو فريق ألفين وثلاثة ألفين وثلاثة ما شاء الله بداية قوية السنة دي وبداية رائعة رغم أن السنة الفاتة 2003 لم يقدم المستوى المطلوب منه لكن السنة دي ما شاء الله يعني مقدم مستوى راع من بداية مشوار الدوري أهلي 2003 يفوز على الاتحاد بسلسية في بطولة الجمهورية كان أقيم اللقاء على ملعب النشئين بمدينة نصر كان بدأ الأهلي بتشكيل مكون من حراس المرمى نور نجاتي خط الدفاع إسلام عبد الله وإبراهيم عبد الحكيم وكريم فكري ومازن أسامة في خط الوسط محمد وائل وكريم واثمان وميدو نبيل وافتكروا معايا الاسم ده ميدو نبيل محمود حمدي وأحمد شريف وفي الهجوم محمد سرحان أحرز أهداف اللقاء هو نجمنا النهاردة أو نجم الأسبوع هو اللاعب ميدو نبيل ما شاء الله أحرز ميدو نبيل هاتريك يعني اللاعب ميدو نبيل زي ما بقول لحضراتكم لعب عنده شخصية موهبة مبشرة إن شاء الله للفريق الأول بالنادي الأهلي وافتكروا الاسم ده معايا الجهاز الفني لفريق 2003 كابتن محمد سعد مديرا فنيا كابتن شريف عبد الفضيل مدرب عام محمد أحمد ماهر مدرب بهاء جمال مدرب حراس مرمى شريف خليل إداري فريق هاجد دهاني طبيب الفريق وأحمد مندوح أخصائي التدليج الخبر بعد كده مرتبط أيضا من 2003 كابتن محمد سعد بول الفريق مستوى يتطور وقدم مباراة مميزة أمام الاتحاد وكابتن محمد سعد سعيد بأداء فريق 2003 من بداية مشوار البطولة كسب في أول افتتاح البطولة سموحة بعد كده تعادل سلبي مع الزمالك في ميت عقبة صفر صفر وكسب الاتحاد بسلاسية في ملعب النشئين بمدينة نصر معنا أهداف اللقاء طيب نشوف أهداف اللقاء الأهلي والاتحاد 2003 كريم دور على حد يسلم عليه سند على كريم فكري تلعب التعليد ميدو نبيل عدد ميدو جول 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 هدف أول للماذي الأهلي عن طريق الهداف ميدو نبيل بالقدم اليسرى بالقميس رقم 22 في خطأ دفاعي قاتل خطأ دفاعي قاتل من قلب دفاع فريق الاتحاد السكندري مازن أشرف مازن عايزي عدي العابة في تجاه محمود السيد أخطر اللعبين المهارة محمود عد عد باع نفسه كريم فكري يعني المشهد اللي فات باع نفسه كريم فكري عد ده مرت فاتت جول 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 هدف التعادل لفريق الاتحاد السكندري وقل العابة أرضية وقل حمدي عد يا ولد يا ولد يا ولد جول 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 جملة بعنوان شريف عفضيل ومحمد سعد الجول اللي حضراتكم شفتوه دي جملة فنية متحفزة بتطبق في التدريبات وبيعملها لعب النادي الاهلي علشان كده شفنا الأحضان ما بيننا شريف عفضيل ومحمد سعد تقدر تقول الجملة تحت عنوان مركة مسجلة لشريف عفضيل ومحمد سعد المدير الفني على النادي الاهلي الجول الاول ميدو نبيل العابہ میدو واقل ان 소تر voisped جول 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 والهاتريك ولا ميدو نبيل جول جول هدف ثالث لنادي الاهلي الهاتريك هدف ثلث النادي الاهلي القليل الهاتريك carriers اداف البطولة ويرفع رصيده للهدف رقم أربع ميدو نبيل الثالث أهدافه النهاردة وربع أهدافه في هذا الموسم في الثالث اللقاءات ما شاء الله ميدو نبيل هاتريك عايز أرجع لأهداف لقاء الأهلي والاتحاد علشان نشوف الموهبة الموجودة ده خطاع الناشين ميدو نبيل اللعيد ده إن شاء الله يفتكروه خلال الفترة اللي جاية عايزين نشوف كده مع مخرجنا شاد عبدالسلام اعرض لنا الأهداف تاني شاد عشان نشوف مع الجماهير يعني ونحلل الأهداف ده الهدف الأول في لقاء الأهلي والاتحاد هنا وضعية ميدو نبيل هو مش لعب أشوال نهاردة خد القرار نشوت برجلي الشمال هو لعب بيلعب برجليه اليمين الكرة لما عدت المدافع هو واخد القرار لسه ما استلامش ولسه ما عدلش هو واخد القرار ومجاهز وعنده الحلول أنه يشغل رجليه الاتنين مهارة عالية طبعاً كرة عادت من وراء المدافع سقطت قدامه واخد القراره بسرعة وبوش رجله برجليه الشمال وفيها قوة وفيها دقة ومسجل الهدف الأول نشوف الهدف التاني الهدف التاني جملة يعني أكيد عليها اتفاق من الجهاز الفني وكابت محمد سعد ده شغل مدرب وشغل لعبة لما تكون كرة ركنية تتلعب على الأرض قوية اللعب الأول بيفوت اللعب التاني بيفوت وميدو نبيل النهاردة بيعدل وضعية جسمه عشان يجيبها على رجليه اليمين فايلر وهو برضو يعني كرة متفق عليها النهاردة الكرة السابتة تبقى مهمة جداً إنها تحسن مباريات كتيرة وبتكسب كمان بطلات هدف رائع عايزيني شوف برضو الهدف التالت للناد الأهلي برضو متابعة جيدة هو قارئ الكرة إنه ممكن اللعيبي وهو بيشوت تروح الزوالة بعيدة فده برضو قارئ الهجمة من أولها ومفكر ومكمل وحاطط ببطن رجل معنا الهدف التالي ده الهدف التالي ميدو نبيل على العرضة البعيدة النهاردة واللعب بيسجل هو قارئ ومكمل وداخل جوه فيه 18 وبسجل الهدف التالي ميدو نبيل موهبة نتمنى لها إن شاء الله التوفيق وإنه حافظ على نفسه يكتهد خلال فترة الجاية يسمع كلام مدربه ويحافظ أيضاً على صحته ده كان أهداف لقاء الأهلي والاتحاد والموهبة اللي عندنا ميدو نبيل نشوف بقى الكابتن محمد سعد قال إيه بعد رقاء الأهلي والاتحاد السكندري موسيقى طبعاً الحمد لله للنتيجة بس يعني أنا بحاول من بقاءة فترة الإعداد والمباريات إنه إحنا يبقى لنا شكل معين واسود معين وطريقة لعب أنت اللي بتفرضها على المنافس ويبقى عندك شكل يعني دفاعي وهجومي وتبقى فيه اللعيبة تبقى فيه حاجة بتتعامل على مدار الخمسة واربعين ديئة أو على مدار التسعين حاجات مكررة محفوظة مش شغلين بيها وفي نفس الوقت برضو اللي بي عندهم واعي تكتيكي إزاي يتعاملوا في وقت من أوقات عايزة أعمل زون عايزة أعمل ضغط عالي أعمل من نص الملعب من تلت الملعب يعني فيه حاجات كتير بنحاول نعملها طبعاً محتاجة وقته ومحتاجة برضو الحمد لله يعني فيه ماتشات كل أسبوع وبنحاول برضو نعمل ماتشات ودية وبنجهز كل الناس هو طبعاً التركات دي بس الحمد لله يعني للأمانة نشوفها الفضيل ليه دور كبير جداً في الحاجات دي ولازم أديله حقه وهو يعني إضافة بالنسبة لي كويسة جداً وبننوعد وبنتفق وبنشوف الأفضل إيه اللي ممكن ننفزه وبنحاول ننفزه الحمد لله الولاد عندهم استيعاب يمكن النهاردة جربت أربع خمس أفكار في كور السابتة فالحمد لله وبعدين خصوصاً انت فيه ماتشات ممكن تلعبها يبقى هو ده الفايسة بينك وبين الفرقة التانية كور سابتة ليك أو عليك ممكن تبقى مؤسرة فيه ماتشات هتتلعب على ترتان ممكن الكور السابتة اللي ليك أو عليك تبقى مؤسرة الولادة كلمت معاهم وطولهم دي سنة سيسنائية بالنسبة لكم لازم نقفل على نفسنا كويس ولازم نشغل كتير وفيش مباراة هتبقى سهلة كل الماتشات هتبقى كاس بالنسبة لنا نحن نلعب بطولة على بطولة من أول مباراة ويمكن كنت أنت موجود بين الشوطين عنفتهم شوية لأن أداءنا ما كانش مصبوتوا النتيجة كانت قريبة فلازم أحسسهم بالمسؤولية وأن هم مشاركين معايا وأن هوا سنة سيسنائية بالنسبة لهم لازم يثبتوا للناس أن هم لعبا كويسة وإن شاء الله لما بفيه اختيارات المنتخب هتبقى فيه عدد كبير منهم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أتمنى أن أنت تديني مرشين ثلاثة كده كمان وهتلاقي اللعب أهداهم أحسن بس فيه حاجة برضو وإحنا الملعب عايزة عدد أكتر شوية من المهورات عشان برضو يبقى فيه تثبيت للفريق فيه تشكيل الأفضل الأحسن وإحنا بنحاول برضو من كل مكان بنجهز فيه اتنين وثلاثة وإن شاء الله في الخير قد مربينا إن شاء الله عجباني أول بداية اللي ابتدى بها فريق 2003 في دوري الجمهورية وكمان عجبني كلام الكابت محمد سعد عن المساعد أو المدرب العامي كابتن شريف عبد الفضيل اللي مديله مساحة معاه وبقوله هو فعلا يعني إضافة لفريق 2003 وكتاع النشيب الناد لقال إنه مديله كمان مساحة في الكرات السابتة دايما لما فيه حب وتعاون ما بين الجهاز الفني دايما بتلاقي فيه نجاح نتمنى إن شاء الله لكابت محمد سعد فريق 2003 برضو ماشيين على نفس الخطأ ونفس إن شاء الله مكسب والتوفيق خلال الفترة الجاي نروح لأيضا للمدير الفني اللي نادي للتحدي السكنداري وبعض لعب الاتحاد ونشوفهم قالوا إيه بعد لقاء الأهلي والاتحاد اللي انتهى فوز النادي الأهلي بسلسية موسيقى بمبارك لنادي الأهلي لفوز والاتحابات أما بالنسبة لسير المباراة طبعا انتحدك شفت وأكيد الناس كلها شافت سير المباراة يعني في اتجاه والنتيجة في اتجاه تاني خالص نادي الاتحاد قد مباراة كورة محترمة جداً اسلوب محترم جداً شكل كمان مميز روحنا وضيعنا أكتر من فرصة محققة لكن زي ما حقا قلت إن هم قادروا يستغلوا الفرص ده مش يعني أنا مش متضايق من فرقتي مبسوط جداً منها ومبسوط من إعدائها ومبسوط من لعيبة ويمكن أنا هديو مكافة إيجادة بغض النظر نتيجة طلعت سلبية وإجابية لا دي فرقة لها مستقبل في نادي الاتحاد ومثلة نادي الاتحاد خير تمثيل النهاردة الحمد لله طالما هم بيقادوا بالشكل دوت واستوعبوا الإسلوب بتاعنا وطريقة اللي قبل بنلعب بيها في ظل إن دي أول مرة يلعبوا جمهورية سنة الفاتمة شاركوش عندهمش خبرات سابقة قبل كده تاني ماتش اليوم دوري جمهورية يمكن أول مرة نتجمع كفرقة هما ويلعبوا بره إسكندرية نادي أهلي فكل دي عوامل تخلي أي فرقة تقدي بشكل مزفزب أو ما يدروش يسيطروا على أداءهم في سير مباراة لكن اللي احنا شفناه والناس شفته حاجة تانية خالص أداء محترم فكر أسلوب حلفناش التوفيق بس في نتيجة مبارك لفريق النادي الأهلي على المكسب بقول الحمد لله على الأداء يعني أول مرة نلعب جمهورية وباللعب النادي الأهلي تاني ماتش على بره ملعبنا يعني بس الحمد لله على الأداء وإن شاء الله نقدر نعمل نتاج مقويسة في الماتشات اللي بها إن شاء الله النادي الأهلي تقدم علينا بهدف فإحنا حصل توتر حصل توتر بفريق إن شاء الله وقدرنا إن شاء الله نتعادل والأهل اللي قدر يستقدم بالهدف الثاني وإحنا ما قدرنا شيء يعني خطوطنا تفتحت شوية ونقول لنا التعدم علينا بالهدف الثالث وإحنا اللي قدرنا نعمله وعملناه في المتش أقول له الحمد لله النتيجة إن شاء الله عدم التوفيق روحنا بكازا كورا وضعت والتوفيق يعني نكمل عند ربنا شوية الحمد لله طبعا ربنا موفع ناشي النهاردة وزي ما حدت قلت ضايعنا كتير والنجلة قال يستغل في فرص اللي احنا ضيعناها والنتيجة دي في الأول وفي الأخر بتاعت ربنا ونذكر كابت المحمود على أداء اللي عامل معنا قال لنا أنتوا حسن وعملتوا مباراجة كويسة وننزلوا ونتعادلوا بس ربنا موفعناش والحمد لله طلعنا بأداء كويس وشرفنا كل النجلة التحت كله الحمد لله أنا بشكر اللعبة وقدنا أداء كويس وإن شاء الله المتشط الجاية هنسبت نفسنا وكابتن محمود لفضل كبير علينا وإحنا ضيعنا بس ما كناش عارف نستغل الفرص وبابارك للنادي الأهلي أول حاجة بابارك للنادي الأهلي في رأة محترمة وإحنا الحمد لله إحنا طالعين راضين على نفسنا وعلى أداء وكابتن محمود عز مبسوط مننا والحمد لله والنتيجة دي من الآيقر بتاعت ربنا حلنا أنتوا جايين موتش للمتعة ومطع نفسكو وانتوا جايين تلعب كورة والنادي الأهلي وما تخافش من حد ونزلوا ولعب كورة ومطع نفسكو الحمد لله يعني قد دينا موتش كويس جدا يعني وكتنا حمود تعب معنا الفترة اللي فاتت وإحنا قد دينا أداء جايين ده من ندي الأهلي واسم كبير يعني مبروك لنادي الأهلي ننزل ماتع نفسك كورة والتوفيق ده من عند ربنا وانتزلوا وعمل اللي عليك ومتع نفسك كورة ومتع ناس اللي برا ولا كإنك خسران ولا كإنك أي حاجة إلعب وانت قدام ندي الأهلي إلعب ما تخافش دي كانت لقاءات الأهلي والاتحاد السكندري اللي زي مولون لحضراتكم انتهت بفوز النادي الأهلي بسلسية على ملعب الناشئين بمدينة نصر نروح دلوقتي بقى لمنتخب الأسبوع كل اللعيبة اللي تقلقت داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي خلال الأسبوع اللي فات وكمان سلوكيا سلوكيا قبل فنيا منتخب الأسبوع معنا في حراسة المرمى مصطفى الشبير موليد تسعة وتسعين ماشاء الله يعني مصطفى الشبير هو من موليد ألفين مش موليد تسعة وتسعين موليد ألفين وبيلعب مع تسعة وتسعين وماشاء الله متقلق شارك شارك مع النهاردة معنات الأهلي اللي فاز على الاتحاد السكندري وكمان شارك فيه فوز في المعنات الأهلي الفريق اللي كسب نادي زمالك فيه ميت عقبة تلاتة صفر خط الظهر من المين زياد أسامة موليد 2004 عادل زنهم 99 صاحب الهدف الثاني في مباراة الزمالك وإسلام عبدالله 2003 ومازن أسامة 2003 مصطفى أبو الخير موليد 2004 ومحمد نصير موليد 99 ميدو أسامة موليد 2004 ميدو نبيل 2003 صاحب الهاترك اللي احنا النهاردة استعرضنا أهدافه ومشاء الله كان معنا نجم الأسبوع ومحمد فخري صاحب الهدف الثالث فيه لقاء الأهلي والزمالك اللي انتهى فوزي الأهلي بسلاسية على ملعب الزمالك في ميت عقبة وعلي أيمان موليد 2004 ماشاء الله التشكيلة ضم موليد 99 و2003 و2004 نتمنى إن شاء الله التوفيق بقى لـ 2001 خلال فترة جاية عشان نبدأ نشوف عناصر ولعبة من 2001 تبدأ تدخل في منتخب الأسبوع دايما في برنامج الأشبال بنتكلم عن نجم عن نجم كبير وليه تاريخ كبير علشان يبقى قدوة ومثل للعبة والناشئين والأشبال في كل قطاعات الناشئين بمصر معنا واحد النهاردة نجم كبير جدا هو فكة الكرة المصرية ونجم الدرويش كابتن علي أبو جريشة نشوف كانت كاميرا للأشبال موجودة مع الكابتن علي أبو جريشة بيحكي لنا بقى كواليه الزمان وأول مكافأة له وكمان بيقدم نصايح للأشبال والناشئين وكمان للمدربين نشوف الكابتن علي أبو جريشة قال إيه؟ ونرجع لحضراتكو مرة تانية كل في إسماعيلية ما كانش بقى في زحمة وشارع فاضية بنلعب كرة تينس كده في الإسماعيلية ومن الصغر يعني فبالتالي بعدها شافني كابتن علي أمار رحمة الله عليه أخذني النادي الإسماعيلي في المشئين وبدأت أروح إلى إسماعيلي وأنا بصراحة كنت أمي أغاوه نادق قناة ما كنتش غاوه إسماعيلي مش عشان حاجة لإن كان صلاحة أخوية وسادة أبو جريشة رحمة الله عليه هم الأثنين كانوا بلعبوا في قناة فبالتالي وضع طبيعي أنا كنت أروح أتفرج عليهم أروح أتفرج على المباريات متعلق بنادي قناة أكبر يعني بس فكان صلاح ليه رأيي تاني ما شافني قال لي لأ أنت عايز تلعب تروح تلعب في الإسماعيلي على أساس الإسماعيلي أكثر شعبية وجمهورية وهو أصلا إسماعيلي يعني هو اتنقل بس فترة أخر موسم استقلات اتنقله عشان تأمين المستقبل لأن الله هاي قناة السويسكا بتعين بقى اللعيبة وتديهم إمكانيات كويسة جدا وحايتمجي فاتنقله في آخر موسم استقلات راحوا على نار القناة مجموعة مجموعة كبيرة من الإسماعيلي الإسماعيلي لعبنا مباراة مع ترسانة في الدوري وخسرنا في الإسماعيلية أربعة واحد وكانت يعني بداية صدمة طبعا بالنزل بتلعب أول مباراة وتخسر في إسماعيلية في الوقت ده مشكلة كبيرة لأنها لعبت في موسم آخر موسم خمسة وستين ستة وستين لعبت في آخر ثلاثة ماتشاط أربعة ماتشاط كده كسبنا السكة ثلاثة اتنين جبت أنا جونين بعد ماتش انتا جبت جونين وقبل بخسرنا الأول الترسانة وبعدين التحاد وبعدين سكة الحديد وبعدين الزمالك ثلاثة صفر كسبنا ثلاثة صفر وكان الزمالك في أحسن حالات يعني كان في ستنات كان الزمالك فرقة مرعبة فكسبناها في الإسماعيلية ثلاثة ودي كان بداية بقى المباراة دي كان بداية الشهرة يعني فرية أول يعني كانوا بده وقتها عشرة جنيه خمسة جنيه حاجة كده يعني ما نزلتش عن كده تكسب الزمالك والأهل يدخل عشرة جنيه ميمي طبعا الشربيني أنا كان حظي كويسة أنا لعبت معاه لعبت معاه في المنتخب أكثر من مباراة لعبنا مع بعض وميمي الشربيني برضو بنقدم جميل تقعد معاه برضو من نوع المداعب ونجم نجيس سيرة بركات ميمي فيه من حتة دي في حتة المداعبة والأعصاب الهادية والأمور دي وجميل وخصوصا لما ميمي الشربيني كنت أنت في أخير أيامه وراء في الخلف كان مدرسة ميمي كان وراء يطور نفسه بحيث أنه أصبح من أهم وأحسن المدافعين where النظريfinitely موجودين وراء أو الليبرو حتمة الليبرو ده ميمي هو بيقرأ والنظري بتاعه كويس دايما أقولك النظري النظري كان عند ميمي الشربيني برضو جامد جدا يعني اللعيد زي ما أقولك اللعيد اللي عنده نظري عنده نظري يعني بيقرأ بدري يعني يبقى بفاهم الموقف يبقى قاري الموقف الحاجات دي فميمي الشربيني كان من نوعية دي كان العيد طبعا ومن أبرع المزعين اللي زعوا يعني متجد تتفرج وتلاقي ميمي الشربيني ما تقدرش تحول لإيه لأنه برضو ليه تعليقات جميلة يعني أول ما بتدع بقى السحيرة المستديرة وأول ما بدع ببعض المصطلحات اللي الناس كلها بتحبها المواهبة إحنا مش قلت إحنا اللي بقينا نجري وراء اللعيبة الجهزة يعني بدأ نجري وراء اللعيبة الجهزة ونجيبه لأ ده حيلعب ونروح نركنين الناشئين كذا لأ إركم فلان إركم فلان ليه لأنه عايز لعب جاهز يجي مدرد أجنبي ما بيزبرش على صغير يقولك لأ أنا عم يكبر ويعلى وكده أنا أهما شابه موجود فبيلاعب الجهز لكن اللعيبة موجودة والأمواهبة موجودة فوزت في ربوع مصر ما تقدرش تعطلش في مصر وتقولي لا 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 لسه دور علي برا مش بس كشفين تا ممكن كعيون النهاردة موجودة ممكن تعمل كده يعني أنا كنت بسكر موضوع كانوا كنت مش اشارل المنصب رأي المحلة في المقاولين وقالي نفس الكلمة دي إحنا الناشئين وخلنا حسن ناشئين في المصر والمقاولين كمشورين فعلا بالناشئين دلوقتي ما عندناش الحل يقول له حل برا الحل برا قال لي برا قاهرة أنت هنا بتاخد بعد الأهل والزمالك وإنبي بتاخد فرز رابع فأنت لازل تطلع برا عشان تبقى أنت تاخد الأطفال الأونية لأ أخذ بالك فأنت فبدأنا قال لي طيب يقول له في عندك فرع ما قلنا عرف في طنطة عندك فرع في المنصور وعندك فرع في الصعيد ثلاث فروع في المناطق فيها كسافة عددية فلازم ندور عليه في المناطق دية أنا هنبدأ بطنطة على اعتبار أنه كان فيه نادي زمان اسمه وصمصون طنطة والنادي ده توقف نشاطه حوالي عشر سنين فدفعنا الغرامات ورجعنا النشاط فيه وبدأنا فرقة تحت 14-15 في السنة وروح تاني حضارة التدريبات في طنطة مع المشف الفني على كرة في النادي من العرب الحالي محمد عادي وكنا بنروح سوا بالعربية ونتفرج على التدريبات ونرجع ونحضر ونحضر وعملنا المكانيات ودخلناهم في الدورة تاعة الغربية المشوار ده طلع مين؟ طلع محمد صلاح يعني طلع محمد صلاح طلع محمد صلاح من الموضوع ده دي خليتك تقول لا الموهبة موجودة بس انت لازم تروح لها انت لازم تدور عليها وتشوفها انما لو انت عادت عندك لا فكان الغرض ان انت اي لعيد موهوب حانلاقي في الطنطة حيجي على النادي الام اللي هو المقوليد فصلاح جاء من اول دفع جاء منهم صلاح جاء على النادي المقوليد الموهبة ما تجيش تقول لي مدرب عمل لعيد الموهبة تفرض نفسها مدرب لازم يدي وقت كويس عشان لو لقى حاجة شم حاجة من العيب شايف انه هو عنده حاجة يصبر عليها يعني ما بقى السريع ليه لانه زي ما قلت النهاردة في بعض المدربين بيبقى باصص على المرحلة اللي هو بيدرب وعلي زي اخوا بطولة البطولة دي هي قافة قافة ما تنفعش في الناشئين ما ينفعش ليجي تقول لي انا خدت دوري كذا ولا تسوى عندي اللي يسوى عندي انك تروح مقدم لي 3-4 لعيبة على مستوى عائلة وده المفهوم اللي يجب أن 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 عسلعيف المنتخب عسلعيف أفريقيا كل دي لازم تبقى مراحل عندك أول ما توصل لحاجة تبقى تنقل التانية أول ما تبقى عايز ما فيش حد لطموحاتك ما فيش حد لطموحاتك يوم ما تنتهي طموحاتك لازم تبطل كلام مهم ونصيح مهمة جدا من نجم كبير نجم الدرويش كابتن عالي أبو جريشا من لعبين احلم احلم انك في يوم الأيام تكون زي محمد صلاح تكون الأفضل في مصر تكون الأفضل في أفريقيا الأفضل في العالم محمد صلاح كان في يوم الأيام فكرة أو حلم والحلم كبر في يوم الأيام محمد صلاح بقى أفضل لعب في أفريقيا وبقى من ضمن أفضل تلات لعبين في العالم ووقف في حفل الأفضل احلم كل لعيب طول ما بيحلم إن شاء الله يحق كل نفسه فيه وكمان رسالة مهمة للمدربين داخل قطاعات النشئين لو دورت على البطولة ده الغلط هي دي القافة زي ما قال الكابتن علي أبو جريشا دي القافة إنك المدرب في قطاعات النشئين يقول أنا أخدت بطولة لا أنت أقول أنا صعات لاعب أنا طلعت لاعب لمنتخب مصر أنا طلعت لاعب للنادية هو ده المكسب الحقيقي نشكر كابتن علي أبو جريشا اللي اختص برنامج الأشبال بهذه الكلمات والنصائح المهمة جدا وكله طبعا في صالح منتخبات مصر وصالح الأندية كنت قلت من ضمن الأخبار إن منتخب مصر الشباب بيفوز على عمال بنتيجة كبيرة ستة واحد نروح نشوف بقى ونتطمن على يعني اللقاء وعلى معسكر منتخب مصر الشباب من خلال الكابتن عبدالسطار صبري المدرب بلعاب لمنتخب مصر إزاي كابتن عبدالسطار كابتن عبدالسطار صحيحة أخبارة فيه وحشن كتير يا كابتن إيه أنت وحشن كتير يا أخبارك إيه تمام الحمد لله موفق دايما والله حاجة جميلة والله ربنا خليه كابتن عبدالسطار طب مننا بقى على نقاء النهاردة منتخب مصر ما شاء الله يعني في تاني لقاءاته الودية في المعسكر كان التعادل السلبي أو السلبي أمام السعودية والنهاردة مكسب كبير أمام منتخب عمان ستة واحد طبعا الحمد لله يا ناس يعني من لزم المعسكر الفاطرة دي العشرة أيام اللي عملناهم عملنا مقشين طبعا مع السعودية ومع أمام احنا كان آخر معسكر دينا من خمس شهور يعني طبعا انت عارف خمس شهور فاطرة طويلة جدا كان فيها اللعبة كان فيها عندهم انتحانات وفتر بعد سنة عامة يعني ولسه من جمعين يعني أول ما جمعنا بعد خمس شهور كان يعني المباراة كان يعني المعسكر كان صعب علينا خلاص اللعبة كانت داخلت في جو المعسكر وجو المصرات قبل كده لعبنا مصرات وكنا عملنا بشكل كويس المعسكر ده كان ليه خلاف تاني خالص عشان المباراة مباردين مؤمن جدا كان صعادية وعمان صعادية يعني المرش بتاع الصعادية الحمد لله يعني يعني اعطينا برضو بشكل كويس جدا ونكنش موفقين طبعا عداءنا خورة كتير قوي وننسب مباراة بس يعني يعني اللعبة الحمد لله انت عارف احنا بنعمل جيد جديد للمنطخم مصر ونجيب لعبة كتير قوي عشان مكسورة كورو المصرية طبعا من منطخم مصر الحمد لله إحنا عملنا عناصر كويسة جدًا دلوقتي ومجد الصعودية كان مباراة قوية بالنسبة لنا استفتنا من Puta أعاملنا حفيدات قوية فrenET مباراة صعودية وعندهم منتخب قوي الحمد لله مباراة تاني خلاص اللعبة خدفت الخيارة خدفت الزقة شُوية والحمد لله مباراة النهاردة مباراة عمان عمل مباراة كويسة وكان حصلت شغيرة عوضنا يشعر العناصر مع معطاعة صعودة عبوض. تعود فهم. المرش ده يعني المرش مع عمان. بس الحمد اللي يعني احنا اما حاجة يعني الاداء والشكل وعايدين نعمل منتخب قوي ان شاء الله بذل الله. ان شاء الله. على مرحلة قوية جدا يعني. انت بتقول دلوقتي كنت اسطار اخر تجمع وكان من خمس شهور. طبعا دي مسافة كبيرة جدا خاصة في العمار السنية الصغيرة دي. بالزبط. المعسكر اللي جاي امتى? المعسكر اللي جاي امتى? هل برضو في مسافة كبيرة? اه يعني احنا احنا الحمد اللي يعني احنا عاملين ايه معاكرات يعني الغد يا ابني من لعب التصفات بتاعتنا في العمار السنية. كل شهر عندنا معاكر. يعني عندنا معاكر جاي مو 20 عشرة. ان شاء الله عشرة ايام برضو. كل شهر خلال اخر اخر عشرة ايام. يعني عشان كده يعني وبنعمل فيهم اتشاط وتاع. ان شاء الله بيذل الله. عشان يبقى حكوة قوي ابني من خرش التصفات بيذل الله. الكابتور ربيع سين كان حريص انه يقدم شوية دوري الفين وواحد. علشان يبقى عنده فرصة. ان شاء الله مع نهاية الدوري انه يجمع اللعيبة يعمل معسكر محترم. يقدر يعمل مبرايات دولية ودية. علشان الاهم بقى هي التصفيات اللي هتكون ان شاء الله بدايتها في عشرين عشرين على مطاقة في شهر خمسة. بالصبت كده يعني يعني انا كابت ربيع يعني راح ععد مع المسابات طبعا في في الاتحاد. تمام. مع الناشئين هم دوعا مما يعني الدوري بدناها دوي اه بدري. وانحنا ننهي الدوري في شهر ثلاثة عشان يبقى عندنا فترة طويلة احنا نلم فيها اللعيبة ان شاء الله ونعمل اعداد كويس قبل ما اخش بالتصفيات. يعني الماتش تصداد يبقى في شهر خمسة يبقى في شهر ستة. ان شاء الله يعني. عشان ما فيه تجمع كويس او ان شاء الله للمساخر الشباب بيذل الله. كويس يعني انت نهارده لو ما بتنهي الدوري في شهر ثلاثة هيبقى عندك شهرين او ثلاثة فرصة انك تعمل بقى اعداد كويس. اه نجمع العيبة كويس اه اكتر ونحفاظهم اكتر ان شاء الله بيذل الله. وكابتن ربي يعني مش يعني عمضي خبرات كويسة جدا وعمضي خبرات كتيرة. ويعني هو مر بمراحل ومراحل في التفكير او مع المنتخبات ابن كده منتخبات الشباب. اه كل التوفيق ان شاء الله يا كابتن عسطار طبعا الكابتن ربيع سين وكابتن عسطار صابري وكل الجهاز المعاون. يعني ان شاء الله شكرا كابتن عسطار وكل التوفيق لك ان شاء الله يعني الكابتن ربيع سين عمل جيل قبل كده اه المنتخب مصر كان خد بيه مطولة افريقيا ووصل كاس العالم ان شاء الله الفين وواحد عنده عناصر نوازة ومن اهم القرارات اللي خدها انه اقدم دورة الفين وواحد شوية وبدأ وبدري علشان يبقى عنده الفرصة انه يقدر يجمع بقى المنتخب يشتغل معا يعمل يعني اعداد كويس في نهاية الموسم ليه من ورايات دولية بنسجام اكتر عشان ان شاء الله يحقق الهدف المطلوب. دايما هنا في برنامج الاشبال ما بنتكلمش عن النادي الاهلي بس او منتخبات مصر بس. لا احنا بنده مساحة ودايما كاميرا الاشبال بتكون موجودة في كل الاندية. بتكون موجودة كمان في كل الاو الاضايا اللي موجودة. سواء تزوير سواء تسنين الملاعب وكمان موجودة في معظم المناطق. مطقة القاهرة ومطقة الجيزة وكل المناطق الموجودة. كاميرا الاشبال روحنا قبل كده آآ نادي الاسماعيلي. روحنا قبل كده فيوم نادي مصر المكاصة. اتحاد السكنداري. سموحة. المقولين العرب. كان عندنا لقاءات مهمة جدا مع رؤسات قطاعات الناشئين. وكان دايما لنا آآ رؤية او لقاءات مع آآ اللاعبين داخل قطاعات الناشئين. عندنا قطاع ناشئين مهمة جدا. او قطاع ناشئين يعني عامل نتائج مميزة. مع بداية انطلاق مسابقات دوري الجمهورية. هو اف سي مصر. بيتولى في رئاس قطاع الناشئين في اف سي مصر. دكتور عطية السيد. اسم كبير. عنده خبرات كبيرة جدا. استاذ في كرة القدم. معانا على التليفون دلوقتي الدكتور عطية السيد. رئيس قطاع الناشئين في اف سي مصر. عشان نتطمن عنه. نتطمن من خلاله عن قطاع الناشئين في اف سي مصر. ازاي دكتور عطية. ازاي ما شاء الله اف سي قطاع الناشئين عامل يعني اف سي مصر عامل في قطاع الناشئين. ما شاء الله هك يعني نتائج مميزة. يعني اه في بداية مسابقات الناشئين وخاصة كمان في انطلاق دوري الجمهورية دكتور عطية. والله الحمد لله احنا طبعا استعدين كويس جدا كابتل مزامة. الفترة اللي فاتت احنا بقى انا شهرين بجيء من شهر اه سبعة. الحمد لله ما بيس قبارة اه انما طعمتم معنا في من ثلاثين. حطينا استراتيجية للنادي ان احنا في خلال تلات سنين يكون قطاع الناشئين ده ابتدأ افراد اللاعبين اه يكون خط الامداد الاول للفريق الاول. الحمد لله احنا السنة دي والسنة اللي فاتت واللي قابليها اه اقدرنا نكون مجموعة مميزة جدا من اللاعبين. وكان على اثارها تم اكسبنا طولة المطقة الجديدة وطولة القطاعات. الحمد لله الاول عندنا سنة دي صعب الدورة الممتازة وبالتالي لقبنا الدورة الجمهورية. كانت الناس متخوفة بشكل جدير جدا ان تريد طالع من الدرجة التانية بامكانيات شبه محدودة شوية. الحمد لله مجلسة الدارة ده عامنا تنسيقى مدربين عندنا والجهاز الثاني والاداري الحية على اعلى مستوى. اه بتدينا ننتقل عيبة بشكل كويس. عملنا فترة اهدات مميزة جدا بنشارك في بطولتين في بطولة تسعة وتسعين. واحنا اصحاب المركز التاني الحمد لله لغاية دلوقتي. وبطولة الفين واحد برضو احنا اصحاب المركز التاني. الحمد لله ادارنا في الفين واحد نلعب ست مباريات اه حصلنا على تلاتاشر بونت. كسبنا المنش الاولاني نادي الزامالك واحد سفر نادي كبير وطبعا نتيجة بالنسبة لنا طبعا نتيجة كبيرة. اه ادارنا نادي الاتحاك في اسكيندرية كسبنا ثلاثة سفر. نادي امتا كسبنا اربعة واحد. نادي جونة كسبنا واحد سفر. اه اتعادلنا مع نادي المصد السري في بورسعيد. اتغلبنا من نادي الانتاج الحربي. بنحتل المركز التاني تلاتاشر بونت. الفريق ده بيتولى المدير فني كابتن وليد جابر وكابتن محمد ممضوح وكابتن ياسين واصفي وكابتن محمد سعيد البرواني وكابتن ابراهيم امام. ومعهم دكتور على خليل. الحقيقة مجموعة مميزة جدا من اللي قلت. الاهم ده كلها كابتن اسامة. ان المجموعة ديت يعني فيهم لعيبة يمكن بتلعب بطول الكومورية لاول مرة. لكن انا بستفسر خير بهذا الفريق. اللي عندنا فريق تسعة وتسينين. كابتن اولال كابتن عاطف عبد الرحمن ندير فنيو مع كابتن احمد بكي وكابتن مصطفى وكابتن مصطفى صلاح وكابتن مصطفى شومان وكابتن عمر العربي وكابتن خالد كمان. كسبتوا برضو الزمالك في بداية المشوار البطولة برضو دكتور عطيف. برضو احنا لعبنا نادي الزمالك في المباراة الاولانية. الحمد لله انا نتيجة كبيرة جدا. كانت واحد على نادي الزمالك. لعبنا المرش التاني في اسكندرية مع نادي الاتحاد. بتاعدلنا سفر سفر. النهاردة كسبنا نادي جونات من سفر. الحمد لله بناحكال للمركز التاني بترسيل سبعة بنت ورا نادي درامتس. احنا بنا نتساوى مع النادي الاهلي في عدد النقاط. نادي الاهلي سبعة بنت واحنا سبعة بنت. احنا اصحاب المركز التاني احنا الاثنين. بس طبعا هو مش معيار المركز التاني ولا الاول. هو طبعا المعيار الاساسي بالنسبة لنا ان احنا نقدر نتواصل في التحسن وفي التطور اطول فترة ممكنة. نقدر في نهاية السنة دي نمز الفريق الاول بتاعنا بترسة اربع لعيبة في كل الفريق. لو قدرنا وانجحنا في ان احنا الحق الاحداث الاستراتيجية ديت. مع مصاحب دوت بقدر الامكان ان احنا نستمر في التحسن ونستمر في النتائج دي. هيبقى قطاع الاشبال وقتاع الناشئين في نادي ات في مصر. قدر يعمل طفرة في السنة الاول دي 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 دوري الممتد. قدرنا السنة دي نتواصل انا قطاع براع جديد. السنة اللي فاتف انا بفريق الفين وسبعة. السنة دي في حاجة استوقفتنا يا دكتور عطية. وانت بتتكلم التخطيط ما بدأش السنة دي. التخطيط بدأ من السنة اللي فاتت. ونادي افسي مصر. آآ كان موجود في القسم التاني. فانتو بدأتوا كمان تخططوا لقطاع الناشئين علشان يبدأ الدعم للفريق الاول. بالضبط. هو كانت نسامة الحقيقة الحمد لله. بنانا عند استقرار اداري. عندنا مجلس ادارة الناس متفهمة جدا. يعني بتاعي تماما ما 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 اللي بتعمله ايه ما ما بتشتغلش بطريقة عشوائية. اه. انا اتعاقد معايا بالضبط من ثلاثين. احنا بقى لنا ثلاثين بنشتغل في قطاع الناشئين. كوائي. بدأنا بننطقي بننطقي في مصر كلها عشان ننطقي افضل المواهد. حطينا تجارب النادي الاهلي وتجارب النادي امبي والسمالك والمقاولين والاندية الكبيرة اللي سبقتنا في قطاعات الناشئين حطيناها قدامنا. بنحاول نستفاد منها. بننمن العيبة المميزة جدا اللي تقع احيانا من العيبة من الاندية ديت. بنبص في القطاعات الاجبر في ربوع مصر كلها من الصعيد ومن الوجه بحري ووجه قبلي ومن خط القناة بنلم المواهد ديت. بنحط مرامج كدريبية مميزة جدا بننطقي المدربين على اعلى مستوى بنعمل ورش عمل للمدربين بتوعنا. وايس. اننا لو ما عنديش مدرب كويس واداري ماجح. وعندي جهاز فني مميز. حيقدر ينقل حاجة وهي الرسالة اللي اقفع الناشئين. وبالتالي هيطلع علي العيب. مش هيطلع علي الفريق الاول. ولو طلع هيطلع علي العيب. عمدي بيضهات كتير. انا عايز اطلع علي العيب متكامل الاعداد للفريق الاول. طب عايز اخذك لنقطة تانية يا دكتور عاطية. اخيرة. وان شاء الله هاتب انت يعني رايب ضيفي في حلقة عشان نتكلم وندي مساحة اكتر عن مسابقات الناشئين كمان. وعن اللوايح. وعايز اتكلم معك في مواضيع كتير. النهاردة انت بتقول لي تسعة وتسعين والفين بتلعبوا يعني آآ 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 للعلم يا كارتون سيما نادي مصر بعمره كله تسع سنوات فطبعا لما بدأنا قطاع الناشئين نلتفت إليه مجلس الضرع نلتفت إليه من ثلاثة من سنتين بالضبط فابتدينا نعمل عدد كنا عمدين سبعة وتسعين وتسعين وألفين وواحد ما كانش عمدنا بتاع براعة لما السبعة وتسعين اتلاقت فتحنا قصادها ألفين وسبعة وألفين وثمانية فإحنا لسه في صدد استكمال بهية القطاع في السنوات القادمة إحنا ناشيون بسياسة كيف مش بسياسة كم كيف عشان نقدر نأكل الولد كويس نصرف عليه كويس نقدر ندي مرتبات كويسة نلبسهم كويس موفر مناخ تدريبي جاي لأن يا كابتل سامة إنت طبعا نسيد العارفين لما يبقى عندك عشرة أولاد ومش عارف تصرف عليهم ولا تعلمهم ولا تأكلهم ما تفادكش بحاجة العدد لكن لما يبقى عندك كيف بشكل كويس جدا تقدر تصرف عليه بشكل كويس فإحنا وابحنا وبعتنا خرطاب للتحاد القورة والكابتل سراح علي رئيس الكنيس المسابقات وفاهمناه إن إحنا ما عندي ناشي الأعمار السنية دا إحنا هلأكتفي بالمشاركة في فرق 99 وألفين واحد بإني دي نقطة مهمة جدا لأن إحنا بنعلق للولاد قيم ومش من ضمن القيم إحنا ننسح بأي أمكان النتائج أول أصلا ما كانت في فرق لألفين وتلاتة أو خمسة عشان نشارب دية يبقى كده وجهة النظر وألفين واحد يبقى كده وجهة النظر واضحة كده يا دكتور عطية ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق إن شاء الله النتائج مميزة ونتمنى إن شاء الله الاستمرارية كمان اللي قطاع الناشئين في إفسي مصر يتوصل أو يبقى فيه استمرارية للنتائج دي إن شاء الله واتطلع كمان يعني لعبة للمتخبات مصر كل التوفيق للدكتور عطية السيد رئيس قطاع الناشئين في إفسي مصر إن شاء الله هيكون في ضيفنا في حلقة إن شاء الله وهنتكلم اكتر عن كمان قطاعات الناشئين وعن المسابقات وعن دور المناطق والمدربين زي ما قوله حضراتكم احنا في بنامج الاشبال بنغطي كل الاندية برضو فيه برضو هيكون لنا مدخلة معهم او كمان الاشبال تكون موجودة معهم ايضا قطاع الناشئين في طنطا طنطا ماشي برضو على نهج افسي مصر لسه نادي صاعد جديد برضو بيضم قطاع الناشئين مميز عنده مواهب كتير عنده قاعدة اساسية ودايما ما يبقى عندك قاعدة اساسية في قطاع الناشئين دايما هتبقى عندك ده الممول الرئيسي للفريق الاول في النادي احنا دلوقتي ماشاء الله شفنا الاسعار بايت كبيرة جدا في عالم كرة القدم فدايما يبقى عندك الركيزة الاساسية هي قطاع الناشئين هنروح للخبر اللي بعد كده اكاديميات النادي الاهلي اكاديميات النادي الاهلي ماشاء الله يعني عاملة مستوى رائع كابتن خالد بيبو عامل مستوى رائع وفيه نظام كبير جدا فيه أكاديميات النادي الأهلي وكمان ما شاء الله كان بيفتتح الفترة اللي فاتت فرع أكاديمية النادي الأهلي فيه أبو كبير كمان ما شاء الله كابتن أميرا حميد عامل مجهود رائع فيه أكاديمية النادي الأهلي في الشيخ زايد كابتن محمد فاروق فيه أكاديمية النادي الأهلي في مدينة نص فنتمنى إن شاء الله كل التوفيق لأكاديمية النادي الأهلي دلوقتي احنا غطينا كل اخبار النادي الاهل كل فرق الناشئين كمان الاخبار الخارجية منتخب مصر للشباب وكمان غطينا اخبار الاندية الاخرى وكمان غطينا اكاديمية النادي الاهل هنروح لفاصل وبعد الفاصل هستقبل ضيفي كابتن عمر انور المدرب الكفء المدير الفني لفريق تسعة وتسعين موسيقى مجأة تحية بحضراتكم مرة تانية وبرحب بضيفي واحد من نجوم الاهل السابقين كمان مدير فني كفء جدا يعني تولى فريق شباب النادي الاهل السنة اللي فاتت كمالية سبعة وتسعين وحقق معاهم بطولة الجمهورية والسنة دي برضو نفس المهمة فريق شباب النادي الاهل ولكن موليد تسعة وتسعين ومشاء الله بداية قوية واكتساح كمان على النادي الزمالك في مئة عقبة تلات صفر والنهار ده مفيش من ساعتين فوز على الاتحاد السكندري بنتيجة اتنين واحد ورحب بضيفي كابتن عمرانور ازاي كابتن عمر؟ الحمد لله ازاي كابتن عمر؟ الحمد لله تمام طالع انت من المباراة مديت نصر على هنا على طول انت شايف؟ من الحقيقة ان شاء الله انت عارف عشان السكك وكده من الحقيقة اشنا روح؟ اه قول لنا بقى المباراة مفيش من ساعتين كل اللي عبته للاتحاد السكندري دي الجولة التالتة المباراة التالتة قال لنا في الدوري الحمد لله يعني ربنا وفقنا قدرنا ان احنا نفوز بنتيجة اللقاء اتنين واحد يمكن حتى السر المباراة يعني الحمد لله احنا عملنا شوت اول قوي جدا وعلى اهل مستوى قدرنا ان احنا نحرز هدفين الشوت تاني يعني العيبة بحس العيبة يعني ارتاحت شوية لنتيجة المباراة الرتم هيدي شوية اتحسب علينا ضرب الجزاء هي دي اللي دخلت للاتحاد شوية في المباراة ولكن يعني الحمد لله استطعنا ان احنا حصل برضو يعني النهاردة كانت تلت تغييرات تقريبا اجباري اه اصابات تلت اصابات يعني حصلوا اثناء المباراة فعملنا تلت تغييرات اجباري يعني في المجمل نقدر نقول الهدف الرئيسي من لا مش راضي يعني شوف انا اقول لك اراضي بنسبة خمسين في المية اراضي على الشوت الاول بنسبة مية في المية مش راضي تماما عن الشوت التاني بس بل تمس شوية عزر للعيبة علشان التلت اصابات اللي حصلت كان فيه برضو سنة اجهات شوية الملعب بتاعنا النجيلة بتاعته عالية شوية فمسببها برضو اجهات شوية للعيبة انما لما تيجي تحسب المجمل انت نمرة واحد انت عايز التلت نقاط وخصوصا في بداية المسابقة عايز تجمع اكبر عدد من النقاط فالهدف الرئيسي من المباراة حقق النهاردة ممكن يكون بعد نتيجة الزمالك بتلعب ده نادي الزمالك في مية عقبة بتكسبه بنتيجة كبيرة ناس كلها بتبدأ تتكلم فبيوصل للعب سنة راحة شوية فممكن يكون النهاردة يعني اللعبة انت ممكن ما تكونش راضي عنها لكن انت تطلعك بالنتيجة اللي انت كنت عايزها من اللقاء يعني بالزبط بس انا خلي بالك بقى من من بعد ماتش الزمالك ما خلص لحد النهاردة في المحاضرة بتاعت الماتش اه وانا باتكلم في النقطة اللي انت بتتكلم فيها دي ان ده مباراة وانتهت هي مباراة ب3 نقاط في الاخر النهاردة مباراة للتحدي ب3 نقاط يعني انا ما كسبت الزمالك ما خد ناش 6 نقاط ولا 7 نقاط لا خدنا 3 نقاط والنهاردة احنا محتاجين ل3 نقاط لان احنا يعني مش عايز اقول حصل لنا مش عايز اقول حصل تعصر في اول مباراة احنا كنا كذبانين لحد ديئة تسعين شفت انا اللقاء يعني كنا كذبانين لحد ديئة تسعين واحد صفر وحصل يعني غفلة حصل سنة توهان سرحان دخل فينا جون ملوش اي لازمة ضيع مننا نقطتين النهاردة احنا مش اول الدوري يعني احنا النهاردة على الرغم ان انت كسبت الزمالك وكسبت الاتحاد بس انت مش اول الدوري دي حاجة ما ترضيش طموح انا كمدرب ولا طموح النادي واحنا متعودين في النادي على المراكز الاولى بس المركز التاني بالنسبة انا ما هواش مراكز اولى بالزبط فانا كنت الان من الحتة اللي انت بتتكلم فيها دي ان اللعيبة تريح اللعيبة عملت مطش كبير جدا جدا قدام نادي الزمالك نتيجة كبيرة يعني حتى احنا واحنا راحين اه بنلعب على المكسب بس ما حاش كمتوقع ان احنا نكسب تلاتة ويمكن حتى انا عايز اقولك يعني احنا على الرغم من الثلاث اهداف اللي احنا احرازناهم احنا ضيعنا قصادهم ممكن تلات اهداف تانية ممكن نتيجة تطلع اكبر من كده بس يحسب للعيبة انها يعني كانت على قدر المسئولية انا هو ده بقى اللي مزعلني النهاردة من اللعيبة الشط التاني مش المباراة ان اللعيبة كانت على قدر المسئولية مع احترامي الكامل والشديد لنادي الاتحاد نادي الزمالك اقوى من نادي الاتحاد بس تركيز كان مية في المية. بالزبط. اه. التركيز الروح. الالتزام. الانضباط. ده كان موجود الشوط الاول النهاردة. يعني احنا الشوط الاول النهاردة. اه عاملين مباراة. لو لو المباراة دي كانت مسجلة او تتزاعة. انت هتتفرج على فرقة. تحس ان هتتفرج على فريق كبير. بيلعب كرة. بيلعب كرة ممتعة. بتوصل للجون من الاجناب ومن العمق. زي ما انت عايز. بتعمل كل اللي انت عايزه النهاردة فكرة. فالنهاردة انا ده ده اللي زعاني من العيبة. اللي زعاني من العيبة. انت لو ما عندكش. هي بقى الرتم بتاعك الشوط التاني زي الشوط. لكن هم عندهم الافضل. انت عندك. وكان عندك. شفته في ماتش الزمالك على مدار تسعين دي او شفته النهاردة على مدار خمسة واربعين دي او. اه. هنتكلم في القصة دي. ما انا هكلم عن ورات الزمالك. عايز اخذك لنقطة بقى مهمة جدا خاصة في السن ده. انت هاكلت لي من بعد مبارات الزمالك. اسبوع بتتكلم واعداد نفسي. هل الوقت موقع تواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والتطور اللي بيحصل. هل بيأثر على الشباب برضو الصغيرين دولا. اكيد. اكيد. ده بيأثر على. ده بيأثر على الكبار. اه. بقى مش هيأثر على الصغيرين. اه. عشان كده انا بقول لك الاسبوع اللي فات كله. احنا شغالين اه يعني نفسي اكتر. يعني مش عايز اقول اكتر بس بيجياني بالشغل البدني والشغل الفني. اه. اه. بشغال نفسي كويس. انت عايز توصلهم ان اه فوزك على الزمالك ده مش ناية المطاف. ده مش ناية الدنيا. انت ما خدش الدور. اه. انت يعني انا حتى كلامي معهم زي ما بتكلم معاك بقول لهم احنا لحد دلوقتي احنا مش اقول الدوري. تلاتة بمط. اه. لا وفي الاول وفي احنا مش اقول الدوري. يعني احنا يعني انا بالنسبة لي احنا لسه ما عملناش حاجة. يعني طول ما انت مش اول الدوري انت ما ما عملتش حاجة. طول ما انت يعني انت اللي بتحارب وانت اللي بتكافح عشان تحصل الاول الدوري يبقى انت لسه ما عملتش حاجة. حتى انا النهاردة ما بين الشوتين كانت يعني الكلمة المهمة جدا اللي انا قلتها لهم طول ما يا جماعة اخطر نتيجة في مبارات الكرة هي نتيجة 2.0. ليه? انت هتريح? هتحس ان المبارات انتهت? هتحس ان وخصوصا لما تكون عامل شوت عالي جدا فنية. مم. وسبحان الله اللي انا قلته يعني او اللي انا كنت خايف منه حصل. هتسجل هدف الدنيا. اول خمس دقايق. عارف لو لو مع الوقت لو مع مرور الوقت. اه. كنت هتوصل وكنت هتحاول ان انت ممكن تجيب جون تالت وممكن تجيب جون رابع لان انا يعني المباراة بالنسبة لي مباراة الشوت الاول مباراة من جانب واحد. مم. انت فاهم مصدي. اللي انا كنت خايف منه حصل وحصل بدري. حصل بعد خمس دقايق. يعني ضرب الجزاء فيها. هي ضرب الجزاء. ما دارش قلناها مش ضرب الجزاء. مش رعونا. فيها عدم تركيز فيها اللي هو ايه استسهال المباراة. اه. المباراة خلصت. ده 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 درس كويس خاصة ان لعيب الكورة يعني دايما بمور ببمراحل دايما بمور بدروس. فدي كلها خبرات بيكتسبها اللاعب. عايز اخذك لنقطة تانية سالفت انت واجهتها وانت كنت متولي فريق الشباب. كان قوام فريق آآ شباب النادي الاهلي العدد مش كبير. انت النهار ده كنت بتتكلم في حوالي تسعة او عشر من فريق سبعة وتسعين وكان بيتم عملية التصعيد. اتناشر. كان اتناشر. كان اتناشر الله يبتلوا اعارات في يناير. آآ. قبل انا ما امسك الفريق. هل السه نادي برضو نفس المشكلة دي بتواجه كابتن عمر انور برضو العدد وعملية التصعيد وكلام ده. دي نفس المشكلة. آآ. احنا العدد بتاعنا عندنا مش كبير. يعني انا اللي موجود معي في الملعب آآ واحد وعشرين لعيب. آآ. من من غير الحراس. يعني اقول بالحراس لان انا عندي احمد طارق وآآ. موليد الفين. ومصطفى شبير. لا مع الفريق الاول. آآ. فبالحراس انا عندي تلاتة وعشرين لعيب. آآ. فيهم خلي بالك فيهم اربع لعيبة موليد الفين. آآ. يعني فيهم لعيبة فيهم اربع لعيبة من الالفين. آآ. فانت النهاردة بتتكلم على قاوم الفرق احوالي سبعتاشر لعيب. سبعتاشر لعيب. عندي نفس المشكلة. آآ. انما بنحاول ان احنا نوظف لعيبة في اكتر من مركز. بنحاول ان احنا يعني ندور على اللعيبة اللي هي الجوكر اللي انت تقدر تعتمد عليه في اكتر مكان. اللعيب الجوكر انت عارفك بيزود على الورق يعني. على الورق يعني. آآ. مباراة الصور نادي الاهلي بيفوز بيتوج باداء وبنتيجة. تمام. بعدها مباراة الاهلي والزاملك لكن الشباب وفمية عقبة. اكيد دي هتأثر على دي. كابتن عمر انور في المحاضرة اكيد في كلمات كتير هيقولها اللعيبة وهيربط المباراة دي بالمباراة دي والدوافع هنا وهنا. ابرز الكلمات اللي كان كابتن عمر انور رجيها بقى للعيبة والتحضير الزهني والتحضير النفسي. وخاصاته كمان المباراة مش ملعب محايد كان قبل كده تلعب في ملعب السويس في في المحافظة تاني لقد انت بتلعب في مية عقبة. زمالك هيجي لك الدور التاني في ملعبك في مدية نصر. وعلى ملعب نجيل صناعة. آآ. ما هواش برضو نجيل طبيعي ما انتش متعود عليه. يعني احنا حتى طول اسبوع بنتمر على ملعب نجيل طبيعي. آآ. لا انا كان اهم حاجة بالنسبالي واهم حاجة وصلت للعيب. كان حتة الانضباط والالتزام داخل الملعب. آآ. وحتة ان انت لازم تكون ملتزم. وعلى درجة عالية جدا جدا من التركيز على مدار التسعين دقيقة. وخصوصا العشر دقيقة او الخمستاشر دقيقة الاولى. لانا كنت متاقع ان فرقة الزمالك هتنزل. هتعمل عليك ضغط. هتعمل عليك آآ. هجوم آآ. حتى عن طريق الكور الطولية اللي هي تتحطى عندك. آآ. في دهر خط الظهر او في التمنتاشر بتاع الفريق بتاعك. انا كنت متاقع ده وده اللي حصل. آآ. بعد ما عدت اول ربع ساعة او بعد يعني تقريبا حوالي اتناشر تلتاشر دقيقة انت متلاكت الزمام المباراة. آآ. يعني احنا حتى قبل ما نجيب الجن بتاعنا الاول احنا الشوط الاول طلع واحد صفر. قبل ما نجيب الجن ضيعنا جنين ما 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 يضعوش. يعني شوط اللي اول خلص واحد صفر. خلص واحد صفر ومضيعين جنين يعني فرصتين مش. يعني ما ندارش اقول عليهم فرص. انا بقول عليهم اجوال. آآ. بالزبط. بالزبط. ومع ذلك كما بين الشوطين نفس الكلام. المباراة ما انتهدش. احنا لسه بنلعب برة ملعبنا. ما تضمنش الظروف هتمشي ازاي. لازم التركيز يبقى اكتر. لازم الانضباط التكتيكي في الملعب يبقى اكتر. ال 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 we لouvert градو Absolutely افتوا نصص صراحة يعني عملوا مباراة على اعلى مستوى. ما تشوف اه شيدي كده هتلاقي الهدف الثاني. تعناد الاهل في مرمى الزماني كتلقيه موجودة عندكم لو تقدروا تعرضوه برضو والكابتن عمرانو بتكلم هتلاقي بقولك الاربعة بتوعي بتوعى خط الظهر يعني احنا حتى ما غيرناش شرائط اللعب واحنا كاسبينين الاربعة بتوعى خط الظهر مع الاربعة بتوعى خط الوسط كانوا عاملين جيم على اعلى مستوى تكتيكيا الاربعة حتى بتوعى خط النص كانوا عاملين زي ستارة دفعية كونوا كدش بتوصل تقريبا يعني انا على مدار التسعين دقيقة مصطفى شوبير ما شلش هدف محقق فيه هجوم فيه ضغط فيه لعق انما ما فيهش فرصة محققة اللعبة مقدرة همية المباراة ملتزمة فيه تركيز مليون في المية عشان جدا هتلاقي فيه التزام جوة الملعب وحطت بقى الاستحواز اللي احنا شغالين عليها من اول الموسم من بداية فترة الاعداد عملناها كويس جدا في نص الملعب الاهتمام بال كان برضو من النقط اللي انا ركزت عليها خلال التمرين في الاسبوع وخلال المحاضرة بتاعتي الكورة السابتة اللي ليك واللي عليك كورة السابتة ده اللي ظهرت في الهدف التاني بالزبط يعني انت لو تلاحظ انت حتى الهدف الاول مش موجود عندك فيه اسرار من اللعبة الهدف الاول ده كان كورنر علينا وتعمل الكامنتر أتاج بسرعة جدا من نص يعني من التمنتاشر بتاعنا وصلنا للتمنتاشر بتاع الزمالك في نقلتين وكورة خلاص داخل لجون تغبط في العرض وترجع يقوم فخري داخل متزحلة يعني تحس اللعبة كان عندها اسرار عندها روح عالية جدا الجون التاني انت لو شفته او لو جبته دلوقتي الجون بيطلع الكورة وبعدين بتتحط بتيجي في العرضة وبتنزل كل ده كل ده احنا اللي بنكمل يعني انت بتحط الكورة الحارس بيشيلها بتنزل للعيب من عندنا عادل يحطها تغبط في العرضة تنزل يكملها تاني في الجون يوريلك مدى الروح العالية ومدى الالتزام بتاع اللعيبة ومدى الاسرار على المكسب انت عارف ان في احيان كتيرة جدا لما بيكون مباراة كبيرة وخصوصة من مباراة الاهلي والزمالك لما فرقة بتجيب جون تحس ان هي خلاص بقى حتتقوقع في نص ملعابها وعايز اتحافظ على المكسب ومش عايز هيجي فيها جون وهو كلام اللي انت فاهمه ده اللي حصل غير كده خالص اللي حصل ان احنا لعبنا خمسين خمسين يعني واحنا معناش الكورة كنا بندفع كويس جدا كنا بندقين من ساحات كنا بندغط مفيش فرص يعني بشكل واضح جات علينا في نفس الوقت انت معاك الكورة بتهاجم وبتوصل وبتضيع وفي الحمد لله يعني احنا برضو التوقتات بتاعت الاهداف بتاعتنا ساعدتك آه يعني كانت في توقتات يعني تقتل طموح الفريق المنافس جاز الفني بقى مين الشغال مع كابتن عمرو وده كان موجود معايا من السلفات آه ودلوقتي المدرب العام معايا مدرب مساعد أحمد عبدالزاهر آه كتاب معايا كابتن إيهاب آآ محمد آآ خراس مرمى مدرب خراس مرمى معايا دكتور أحمد أبو عبلا دكتور محمد حسن الأحمال معايا كابتن محمد السيد لألاج الطبيعي معايا طبعا أحمد عبدالله عيد الإداري آه حاجة برضو حاجة ما شاء الله تحس إن جهاز فريق أول يعني متكامل كان زمان تلاقي مدير فني ومدرب إن شاء الله مدير فني ومدرب عام ومدرب مساعده آه أحمال وعلاق طبيعي دي حقيقة وأنا الحمد لله يعني بعتبر نفسي محظوظ آه الجهاز اللي معايا فعلا متعاون معايا بشكل كبير جدا كلهم على قدر كبير جدا من الكفاءة آه مساهلين علي بشكل كبير جدا يعني أنا بنسبة تسعين في المية أنا مركز في الشغل الفني بس يعني ياسر طبعا 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 يعني الدكتور محمد حسن طبعا اللي واخد الجزء البدني ده شايله من علي تماما ياسر وأحمد عبدالزاهر الشغل اللي هو لما بنيجي نعمل حاجات تخصص بآه أحمد بياخد المدفعين وياسر شوية مع المدفعين شوية أنا مع نص الملعب شوية أحمد مع المؤمنين يعني لا أنا يعني الحمد لله حظي كويس الجهاز والناس فعلا على قدر كبير جدا من الكفاءة ومساهلين علي دايما ببقى فيه شغل التخصصة كابتان عمر يعني دايما حريص طبعا كل مدار بياخد الخط مثلا الدفاعي أو الهجومي أو خط الوسط وبقى فيه شغل تخصص خطوطه فردي أحيانا بيبقى كده وأحيانا بنشتغل على مواقف المباراة آه يعني بنشوف يعني احنا مثلا الإسبابين اللي فاتوا وشوفنا إيه اللي حصل معنا يعني إيه الأخطاء اللي كانت في مباراة سموحة اه يعني اشتغلنا عليها قبل مباراة الزمالك مواقف يعني اشتغلنا عليها مواقف وفيه أيام بنشتغل عليها زي ما أنت بتقول آه خطوط آه عشان يبقى برضو الزهن صافي وعلى شب الزبط كده يبقى الزهن صافي وإنت بتحفز اللعيب مفيش ضغط وفيه أوقات كتيرة جدا وده اللي أنا بحبزه يعني ده اللي أنا بحبه وبحب أشتغل عليه كتير الموقف بتعلمتش اللي هو أنت إزاي حتحط الأربعة قدامهم الاتنين الديفندرين شغل الجناب بتاعك حيبقى إزاي يعني ده أنا بفضله أكتر ولكن فيه أوقات كتيرة جدا بتبقى محتاج شغل تخصصي بتبقى محتاج المدافعين لوحدهم محتاج حتى أنت المهاجمين أنا فيه أوقات كتيرة جدا يا أسامة بشغل مع المهاجمين من غير حرس مرمى آه يعني بشغل معه لوحده تديله إزاي إحساسه بالمكان لما إزاي أتعمل مع الكرة وهي جاية بالعرض وهي جاية مواجهة ما بقاش محتاج حرس مرمى أنا محتاج أن أنت تبقى حاسس بمكانك تبقى عارف لما هتجيلك من هنا هتعملها إزاي لما تيجي من هنا هتعملها إزاي مهمك يا عمر وإنت متوالي الفريق يكون دائما فيه تواصل مع الفريق الأول علشان برضو يبقى نفس توحيد طريقة اللعب ونفس الأسلوب ولا بتفضل ممكن الفريق الأول بيلعب بطريقة قطاع الناشين بيلعب بأسلوب أو طريقة تانية ولا بتحب أنت دائما يبقى فيه التواصل والربط علشان النهاردة اللعيب ممكن بيحفظ مثلا طريقة أنت بتحفظه طريقة وبتفضل أنه يحفظ برضو أسلوب الفريق الأول علشان لو فيه لعب عندك تم الاستعانة به بتعرف الشكل طريقة 4-3-3-4-2-3-1 ودوره وظيفته داخل الطريقة أو الخطة اللي بلعبه يعني بص أنا على تواصل على طول دائم مع كابتن سيد عبد الحقيقي طيب كويس إن فيه تواصل يعني ده حتى من بداية الشغل بتاعي من السنة الفترة يعني التواصل ده موجود من السنة الفترة نعم على طول على طول فيه لغة حوالية يعني بالضبط التليفونات شغالة على طول وفيه يوم في الأسبوع أنا بروح له النادي بقعد معاه وبقول له على يعني بحطه في الصورة معي في كل حاجة كويس الجهاز الفني بتاع الفريق الأول لسه جديد لسه هو بيشوف الناس اللي موجودة عنده الضغط بتاع المباريات التقارب بتاع الأيام بتاع المباريات أنت النهاردة بتلعب كل يومين وكل ثلاثة يام مباريات مفيش مجال أن أنت تجتمع مع الجهاز الفني دلوقتي ولكن أنا على تواصل على طول مع كابتن سيد مع كابتن سام يعني حتى أنا مبارح يعني ممكن بتدين تقارير مثلا عندي لعب مميز فيه واحد شغال كويس أنا بقول لك لما بيجي فترة توقف ممكن تستعيد بكذا خدوه شفوف مباراة تجربية حصل في بداية تولي مستر فيلر كان محتاج بعض اللعيبة أنهم يكملوا مع التمرين وكان هو حتى فيه وقت ملاقات كان عامل المباراة ودها مع المينيا ولغاها عشان يعمل تقسيمها فطلب من عندي أربع لعيبة بعدتهم له وشافهم ويمكن حتى بعدها بيومين هو طلب اثنين لعيبة بالإسم بعد ما شافهم فحتة التواصل دي موجودة على طول دي ما فاش أي مشكلة خالص يعني كويس سال فاتت كنت موجود في دوري الشباب الجمهورية مع النادي الأهلي وأكيد يعني عشت تجربة كبيرة سال فاتت وملاعب وروحت يعني ملاعب خارج النادي الأهلي وملاعب في النادي الأهلي أبرز المشاكل بقى اللي شافها كابتن عمرو من السنة اللي فاتت ممكن تكون موجودة السناد ويتمنى أن ما تبقاش موجودة عشان يبقى عندنا دوري يعني شباب يبقى قوي أني أنا شايف أني لو عندنا دوري شباب قوي هيفرز أكتر للفرق يعني كل نادي الفريق الأول بتاعوا لو عندك دوري قوي إيه المشاكل اللي أنت واجهتها السنة الفات تتمنى ما تبقاش موجودة السنة شوفهم ما حكتين حكتين وأنا هفضل أتكلم فيهم لهذا دمره واحد الملاعب ملاعب في ملاعب بره أنت بتلعب في ملاعب مصلفة سيئ جدا جدا مش حاضر أقول طبعا الملاعب دي ايه أو أسامي الأندية دي ايه دي حاجة من الحاجات الحاجة التانية طبعا المشكلة اللي أنت عارفها وأنا عارفها والناس كلها عارفين موضوع التسنين تسنين أنت بتواجه حاجات وبتواجه مشاكل بل لا بس هل التسنين في السن ده يعني عشرين سنة هل بيأثر برضو طبعا 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 بص بص ما فيش حاجة اسمها أنت بتلعب في سنك وفي حد أكبر منك بتلات أربع سنين عنده خبرات تانية لا وأفكار تانية سيبك من الخبرات الأفكار يعني أنا فيه حاجات بتتعمل قدامي في المباراة واحد خمسة عشرين سنة ما يعملهاش لعيب درجة أولى أنا أنا بكلمك بمتاز صراحة الموضوع مش موضوع قوة بص حتة القوة والسرعة هتلاقي خلاص مفيش آه معاك إنما أنت النهاردة بتتكلم في أجسام بتتكلم في تكوين عضلي بتتكلم في تكوين ذهني بتتكلم في فكري في الملعب لا ده يأثر يعني ما حدش يقول آه المفروض لعيب عشرين سنة ده يلعب فريق أول لا يلعب فريق أول أنا ما عنديش مشكلة بس لما كنا أنا لعيب صغير بلعب ضد لعيبة كبار وأنا معايا لعيبة كبار غير لما كنا لعيب صغير واللي حوالي كلهم صغيرين وبلعب قصاد لعيبة كبار فمحدش يقول اللعيب في السن ده أو في درجة الشباب لما يلعب قصاد لعيبة مسننين لا ده مش هيفرق في السن ده في مقولة بتقال ممكن يأثر في سنة 14 سنة 15 16 لسه عملية بص يا رسول ده دي مقولة لا مش مقولة هي صح هي صح في السن الصغير هتفرق أكبر بكتير إنما أنت النهاردة أنا ما تكلمت دلوقتي ما تكلمتش في القوة ما تكلمتش في الصرة في الفكر أنا تكلمت في الفكر إزاي توقف إزاي تغطي إزاي إزاي إنت نفسك تبقى وإنت بتلعب ما انتش مضغوط ما انتش ألقان لا معهدام اللي عنده 19 سنة مزاي اللي عنده 24 و 25 سنة وهي الفكرة مش فكرة إيه الخبرات وإيه مش إيه الخبرات لا هي فكرة إن أنا كبير بلعب مع حد أصغر مني بتلات أربع سنين أنا حبق أعلى منه دي مفاش نقاش الناس كلها هو أخد عارف بتتكلم في نقطة في نقطة القوة والصرعة آه القوة والصرعة مع العشرين سنة زي العشرين زي الاتنين وعشرين زي الاتنين وعشرين تفهم أصلي إنما الفكر فكر مختلف تماما الهدوء في الملعب مختلف تماما الوقفة في الملعب التمركز مختلف تماما دم يعني أنا بشوف حاجات دي مش بتاعت مش بتاعت تعيبة 19 سنة و 18 سنة طب إحنا بنشوف في دور الهندبول ما شاء الله والهندبول عاملين طفرة رائعة يعني متخب الناشئين بياخد كاس عالم متخب الشباب ليوصل للمباراة النهائية أو برونزية كاس العالم نفس الكلام في الطائرة في الألعاب الألعاب الصلاة ممكن في يوم الألعاب نشوف يبقى دور الشباب دور مرتبط مش بنتائجه بالفريل أول يعني ما يبقاش بالنتائج لكن على الأقل يبقى في الملاعب اللي تقام عليها الملاعب الدور المتز عشان النقطة اللي انت بتتكلم عنها حتة الملاعب أنا وأنا بلعب في النادي الأهلي مسابقة 18 سنة كانت معمولة في الشكل اللي انت بتقوله ده كان نفس الجدول قبل الفريل أول بالزبط كانوا عايزين يعملوا منتخب شباب قوي عملوا المسابقة زي ما انت بتقول كده الجدول بتاعنا زي الجدول بتاع الدرجة الأولى الدرجة الأولى بتلعب أهلي وزمالك الساعة 3 في السادق قاهرة بتلاقي في رئي 18 سنة الساعة واحدة في السادق قاهرة بتلعب قبل المباراة بتاع الفريق الكبير فأنا أتمنى فكرة دي لعبنا الدور الأول كله كده اللغباطة اللي حصلت في الدور التاني ان الفريق الأول بلعب في إفريقيا بلعب في كاسب فالجداول اتلغباطة إنما انت دور كامل لعبته في الملاعب الكبيرة اللي بلعب فيها الفريق الأول قبل الفريق الأول تحت ضغط الجمهور لان ان انت احنا أنا بكلمك مثلا الكلام ده كان سنة تقريبا 85 أو 86 انت متخيل الفرق كانت عاملة ازاي والمستويات في الدول الممتاز الكبير كانت عاملة ازاي والناس كانت بتروح الملاعب كانت بتبقى مليانة بالظلط يعني انا فاكر كويس جدا مطشنا مع الزمالك اللي هو بتاع الدور الأول احنا لعبنا في السادق قاهرة تقريبا انت بتتكلم في حوالي المطش كان الساعة واحدة والفريق الأول كان الساعة ثلاثة انت بتتكلم ان احنا المطش لما بدأ الساعة واحدة كان فيه حوالي عشرين ألف انت بتنهي المطش فيه سبعين ثمانين ألف خلق انت تعودت كمان وانت ناشي صغر بتلعب تلعب بقى تحت ضغط جمهور والجماعيل خلاص حفظت حفظت اللعيبة 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 في فريق الأول انت ده شفت حتى عشناها بالظبط انت الناس كانت بتيجي عندنا في النادي بتتفرج على فرق الشباب وعلى فرق لأنا عشتها وانحنا بنلعب بقى في ملعب مختار التيتش ايوه من عصدي كده انا بس احنا سهلناها السنة اللي فاتت ويعني حتة نال المباراة على شاشة كناة النادي الأهلي هنا سهلت الدنيا بشكل كبير وفتحنا مسيحة مش كمان الفريق الأول للجماهير كمان بالظبط تبدأ تطمن كان رأيك ايه فيها الفكرة دي خاصة ان احنا السنة اللي فاتت زي عنا موراد كتير لفريق 97 السنة اللي فاتت لا لا فكرة هيلة بتعرف الجمهور النادي الأهلي اللي ما بيدرش يحضر مباريات على اللعيبة اللي موجودة بيعرف اللعيبة الصغيرة اللي ممكن تبقى موجودة حتى النهاردة لو الفريق الأول او جهاز الفني بتاع الفريق الأول مش قادر انه يجي يتابع المباريات من الملعب يقدر انه يتفرج عليها على القناة لا طبعا حاجة جهد مبزول كبير جدا وحاجة تخدمنا احنا في شغلنا يعني بدلنا النهاردة ما كلم الناس على العيب هما ما عرفوهش لا اقول لهم اتفرجوا على مثلا مطش سموح اه اتفرجوا النهاردة على مطش الاتحاد فيه مطش آليو زمالك اتفرجوا عليك طبعا 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 يعني فلا انا طبعا ده مجود تشكر عليه القناة طبعا اخيرا يا كابتن عمر يعني عايزك بقى تطمل بقى كل جمهور النادي الاهلي على المواهب اللي موجودة داخل فريد تسعة وتسعين وانا بس قبل ما اتكلم في الحتة دي انا يعني انا بشكر كابتن محمود الخطيب لانه بعد مبارات الزمالك انا يعني اتفاجئت انه هو اكلمني شخصيا وهناني على المباراة وطلب مني ان انا وصلت تهنيئة بتاعته للعيبة وعمل اللعيبة ومكافة إجادة برى اللايحة بتاعت مكافأة الفوز فدي حاجة يعني يعني توريلك وتوري الناس الاهتمام بتاعة مجلس الإدارة ورئيس النادي بكل حاجة بتحصل في النادي وانمتا النهاردة لما بتعمل حاجة كويسبة الناس كلها بتشوفها والناس كلها بتقدرها والناس كلها وده وده اللي انا نقلته للعيبة يعني ده اللي انا قلت له عطلهم يعني لما رئيس النادي بنفسه يتكلم ويهني ويعمل مكافأة خاصة يبقى أنتوا يا جماعة متشافين يبقى أنتوا متابعين مش أن أنتوا مهملين وما فيش حد حاسس بيك ولا حد شايفك ولا كلام ده بالعكس فدي طبعا لفتة طيبة جدا وحاجة مش جديدة سالفات كان متواجد معاكو على طول وبييجي وبيحضر ساعة يعني كل ما بي يعني بيبعنده وقت بييجي وبيقض مع اللعيبة وبيتكلم مع اللعيبة ودي فرقة مع اللعيبة اللعيبة دي انت برضو بتتكلم في اللعيبة كلها بصة للفريق الأول بصة للدرجة الأولى كلها عندها طموح أنها تكون متواجدة فلما يحسوا باهتمام من رئيس النادي من مدير الكرة كان برضو صراحة يعني كابت سيد أوقات كتيرة جدا كان بيجي بنفسه واتفرج على المشاهد بيتفرج في ملعب مدية نص بالزبط كان بيجي وبيتفرج وبيجيب معا حد من الجهاز الفني عشان برضو ده ما هو ده التواصل عشان اللعيب نفسه ما يحسش أن الدنيا بعيدة ده أنا في أي وقت وأنا موجود هنا ممكن تلاقيني في بكرة في ملعب بالنادي الأهلي في الجزيرة بالزبط موجود مع الفرر الله وهي الفرص بتيجي من هنا بالزبط فأنا يعني دي كان حاجة لازم يعني لازم تتقال و لازم تتوضح للناس عشان الناس برضو تعرف إن منظومة الكرة في النادي كلها حاجة واحد بالزبط كده طب أخيرا بقى طمينا عندنا مواهب فعلا في تسعة وتسعين فيه فيه يا سامة طبعا فيه بس المشكلة إن أنت برضو محتاج وقت يعني أنا يعني إحنا برضو للأسف الشديد اللعيبة دي من نهاية الموسم اللي فات الموسم خلص تقريبا في نص أربعة اللعبة دي ريحت من نص أربعة لحد واحد تمانية فترة كبيرة في كرة القدم نتريح تلات أربعة شهور وإحنا بدأنا خمستاشر تسع يعني أنت متريح حوالي تلات شهور ونص وتشتغل شهر ونص بس فمحتاجين شوية وقت محتاجين لأن برضو انت ما الشهر ونص ده انت محتاج هتشتغل فني هتشتغل بدني هتشتغل زهني وعايز تعمل مغارات ودية فأنا شايف في الوقت كان قليل شوية هنتطر يعني شوية كده عندنا وقت كويس إن احنا بنلعى كل أسبوع تقدر برضو تشتغل كويس وتزود على الحاجات اللي عندك إن شاء الله إنما مواعب لأ إن شاء الله في مواعب وفي حاجات إن شاء الله بإذن الله هتظهر السنة دي بإذن الله طيب هنتشوف معنا دلوقتي يا شدي خارجة الأسبوع القادم نشوف مباريات الناشئين لو معاك دلوقتي هنستعرض على الشاشة الخميس القادم 3 أكتوبر الأهلي ومصر المقصة في ملاعب الناشئين في مدينة نصر الساعة 3 عصرا ده موليد 2004 موليد 2001 الجمعة 4 أكتوبر الأهلي وإفسي مصر تكون مباراة قوية جدا أيضا في ملاعب الناشئين في مدينة نصر تقام الساعة 3 عصرا ده موليد 2001 موليد 2003 بقاعدة كمت محمد سعد سبت 5 أكتوبر الجونة والأهلي هتكون على ملعب الجونة موليد تسعة وتسعين بقية بقى كابتن عمر انور هتكون يوم الاحد خمسة اكتوبر الجونة والاهلي على ملعب الجونة شرفتنا ونورتنا كابتن عمر ربنا يخليك وانا بقى بقى مصود جدا وانا معاك وانا عايزك انت بقى المرة الجاية ان شاء الله انت اللي تيجي اتفرج على الماتشة عندنا ان شاء الله ان شاء الله ان برضو خلي بالك يعني دي حاجة دي حاجة من الحاجات اللي انا ان شاء الله انا هعملها لانا عايز اللعيبة الادام واللعيبة الكبار يجوا عودوا مع اللعبه ويشوفوهم ويننهالهم الخبرات بتاعتهم فانت انشاء الله هتبقى واحد من الناس دي بازن الله. انشاء الله نكون موجودين. وكمان هننogofillكم. مبارئين على شئراص كنات الاني لقرابة. انشاء الله. انشاء الله. جاهز وننهالكم بامر الله. انشاء الله بإذن الله. في النهاية باشكر ضيف اللي كان مشرفني وبنورني النهاردة المدير الفني الكوف كابتن عمر انور الامر مدير الفني الفريق تسعة وتشعين اللي بنتميدي له ان شاء الله كل التوفيق خلال الفترة اللي جاية نشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاية على الف خير وحلقة جديدة مع الاشبال